بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع في قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه قوم كروا نعمة الله عليكم الذي جعل فيكم أنبياء يقول الإمام أن سفي في تفسيره مدارك التنزيل وحقائق التأويل لأنه لم يبعث في أمة ما بعث في بني إسرائيل من الأنبياء وجعلكم ملوكا لأنه ملكهم بعد فرعون ملكه وبعد الجبابرة ملكهم ولأن الملوك تكاثروا فيهم تكاثر الأنبياء وقيل الملك من له مسكن واسع فيه ماء جار وكانت منازلهم واسعة فيها مياه جارية وقيل من له بيت وخدم أو لأنهم كانوا مملوكين في أيدي القط فأنقذهم الله فسمي إنقاذهم ملكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين من فلق البحر وإغراق العدو وإنزال المن والسلوى وتضليل الغمام ونحو ذلك من الأمور العظام أو أراد عالمي زمانهم وفي قوله يا قوم دخلوا الأرض المقدسة أي المطهرة أو المباركة وهي أرض بيت المقدس أو الشام التي كتب الله لكم فسماها لكم وسماها أو كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم ولا ترددوا على أدباركم ولا ترجعوا على أعقابكم مدبرين منهزمين من خوف الجبابرة جبنا أو لا ترددوا على أدباركم في دينكم فتنقلبوا خاسرين فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والآخرة وقالوا الله عز وجل قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أكبره عليه وهو العاتي الذي يكبر الناس على ما يريد وإنا لن ندخلها بالقتال حتى يخرجوا منها بغير قتال فإن يخرجوا منها بلا قتال فإنا داخلون بلادهم حينئذ قال رجلان كالب ويوشعوا من الذين يخافون الله ويخشونه كأنه قيل رجلان من المتقين وهو في محل رفع صفة لرجلان وكذا أنعم الله عليهما بالخوف منه ودخلوا عليهم الباب أي باب المدينة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون أي إن هزموا وكانت الغلبة لكم وإنما علم ذلك بإخبار موسى عليه السلام وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين إذ الإيمان به يقتضي التوكل عليه وهو قطع العلائق وترك الأمل لقل الخلائق وفي قول الله عز وجل قالوا يا موسى إنا لن ندخلها هذا نفي لدخولهم في المستقبل على وجه التوكيد أبدا تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول ما داموا فيها بيان للأبد فاذهب أنت وربك من العلماء من حمله على الظاهر وقال إنه كفر منهم وليس كذلك إذ لو قالوا ذلك اعتقاضا وكفروا به لحاربهم موسى ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء ولكن الوجه فيه أن يقال فاذهب أنت وربك يعينك على قتالك أو وربك أي وسيدك وهو أخوك الأكبر هارون أو لم يرد به حقيقة أذهاب ولكن كما تقول كلمته فذهب يجيبني تريد معنى الإرادة كأنهم قالوا أريد قتالهم فقال إلى إنها هنا قاعدون ماكثون لا نقاتلهم لنصرة دينكم فلما عصوه وخالفوه قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي وأخي وهو منصوب بالعطف على نفسي أو على اسم إنا أي إني لا أملك إلا نفسي وإن أخي لا يملك إلا نفسه أو مرفوع بالعطف على محل إنا واسمها أو على الضمير فيه لا أملكه وجاز للفصل أي ولا يملك أخي إلا نفسه أو هو مبتدأ والخبر محذوف أي أخي كذلك وهذا من البث والشكوى إلى الله ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل المصرة وكأنه لم يثق بالرجلين المذكورين كل الوثوق فلم يذكر إلا النبي المعصوم وأراد ومن يؤخيني على ديني فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما وعدتنا وتحكم عليهم بما هم أهله وهو في معنى الدعاء عليهم أو فباعد بيننا وبينهم وخلصنا من صحبتهم كقوله ونجني من القوم الظالمين قال فإنها أي الأرض المقدسة محرمة عليهم لا يدخلونها وهو تحريم منع لا تحريم تعبد كقوله وحرمنا عليه المراضع والمراد بقوله كتب الله لكم أي بشرط أن تجاهدوا أهلها فلما أبوا الجهاد قيل فإنها محرمة عليهم أو المراد فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فإذا مضى الأربعون كان ما كتبا فقد صار موسى عليه السلام بمن بقي من بني إسرائيل وكان يوشع على مقدمته ففتحا وأقام فيها ما شاء الله ثم قبضا وأربعين ظرف التحريم والوقف على سنة أو ظرف يتيهون في الأرض أن يسيرون فيها متحيرين لا يهتدون طريقا أربعين سنة والوقف على عليهم وإنما عقبوا بالحبس لاختيارهم المكثى فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا في ستة فراسخ ولما ندم على الدعاء عليهم قيل له فلا تأسى على القوم الفاسقين فلا تحزن عليهم لأنهم فاسقون قيل لم يكن موسى وهارون معهم في التيه لأنه كان عقابا وقد سأل موسى ربه أن يفرق بينهما وبينهم وقيل كان معهم إلا أنه كان ذلك روحا لهما وسلاما لا عقوبة ومات هارون في التيه وموسى فيه بعده وبسنة ومات النقباء في التيه إلا كالب ويوشع ثم أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقص على حاسديه ما جرى بسبب الحسد ليتركوه ويؤمنوا بقوله واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب للمشاهد والاشتراك في القناة شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد